من مخازيهم أيضا أننا نسمعوا نسمعوا آخرين ما يقولون واحدة التناقضات واحدة الشيء عجيب نسمعوا لهذا السؤال مطروح كيف حصلت هذه الانزلاقات كيف واقعت هذه الانزلاقات ما الذي حصل أن نوصلن لهذه الانزلاقات الخاطرة والخاطرة جدا جواب بسير الانفراد بالسلطة الانفراد بالسلطة كان هناك من كان يعتقد أن كان هناك من كان يعتقد أنه هو السيد الوحيد والمقرر الوحيد ولا كلمة لغيره وهذا هو الشيء اللي يوصلنا للموصل اللي كنا فيه مثلاً 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 دارك نقول لك مثلاً هذا اللي كان يعتقد ذلك إذن بالنسبة لزقماتي اللي كان دائماً وطول عمره لعبة في أيدي الحنوشة والدليل أنه كان وضعينه هو النائب العام للجزائر العاصمة أن تصل إلى منصب النائب العام في زمن توفيق فيعني أنك كنت رأيك مشيت على بطنك وبست الأحذية رونجيرس بشتولي نائب عام في دولة توفيق في العاصمة طبعاً أطاحوا به بعد الصدام اللي وقع ما بين توفيق وما بين ما يسمى بجنح المخابرات يومها يرصى التوفيق ومن جهة الأخرى الرئاسة لما الفرنسيس دخلوا برجليهم وكرعيهم والمريكان بعد واقع التكنتورين وكانت اتفاقية بالدوغراس السرية سقط التوفيق فسقط زاقماتي الذي استرجعه فيما بعد جيد صالح كان يكلمنا وقال لك بأنه التفرد السلطات خلينا نشوفه وش يقول الدستور هذا اللي يرم عرضينه الآن مشروع الدستور أنا كما تعرفون كنت قلت لكم اللي لن أناقشهم لكن رح نناقش بعض الجزئيات يعني اللي هي مركزية اللي هي الأصل لماذا قام كل هذا الدستور وهذا التعديل المادة 91 رح نجيب جزء مش لكل يعني كنا قد نقرأ لكم في كل الصلاحيات تعالى الرئيس منح بسش المادة 91 من التعديل وهو نفسه الدستور السابق يعني هذه نفس الصلاحيات اللي كانت ونفس الصلاحيات بل زادوا لها صلاحيات دارك نشوفوا أن هذا التعديل اللي رح يقولوا نزعوا فيه السلطات وباش ما تكونش تمركز السلطة في ذا الرئيس يكذبون علنا تجد أن زادوا صلاحيات الرئيس والسلطات في هذا الدستور زادوه اللهم إلا في حالتين أو ثلاثة زعموا أنهم نقصوها لكن الأصل اللي زادوه هو المهم المادة 91 يطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والسلاحيات الآتية هو القائد الأعلى لقوات المسلحة الجمهورية كانت هذه في الدستور اللي رح قائم الآن وزادوا له الآن في هذا التعديل ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني يعني أنه هو المسيطر تماما على الجيش رح نعرف اللي هو في الحقيقة ما يسويش حتى بلونطة عن مخابرات لكن في الدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني التي أضيفت له في هذا التعديل اثنين وهذا مربض الفاس هاه السبب علاش هذا المقطع وفي مادة أخرى علاش يعدل هذا الدستور اثنين يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتين البرلمان يعني البرلمان هذا اللي اليوم كما قال رئيسه أحد المرتزقة اللي كان مع الشيخ نحنا رحمه الله واللي أصبح من أكبر المرتزقة سليمان شنين قال بأنه تم بالإجماع تم بالإجماع الموافقة على التعديل الدستوري هنا رمي يقولون أنه ليس حتى بالإجماع غير بالثلثين واش يدي الرئيس يمهوري يرسل الجيش إلى الخارج لماذا؟ هذا هو السؤال الرئيسي بدت بعض جرائدهم من الآن تبرر آه في مشاكل في النيجر آه في مشاكل قد جينا من مالي مشاكل في ليبيا مشاكل في كذا في إفريقيا يوما ما تسمعون يقولون إن مشاكل ربما حتى في البيتنام إذا أرادت فرنسا وأمريكا أن ترسل الجزائرين إلى البيتنام دي تيراير الجيريا مرة أخرى نعيش ويتكرر الاستعمار بالمستوطنين للجدد يعني بأبناء البلاد سيتم استعمال جيش الجزائري كما استعملت فرنسا لمدة 130 سنة الجزائري للقتال من أجل مصالحها وكانوا يسمون في البداية لتيركو ثم أصبحت التسمية الأشهر لتيراير ألجيريا وأنصح الباحثين والمهتمين أن يكتبوا هذا التسميتين سواء لتيركو أو لتيراير ألجيريا أو يكتبوا حتى لزواف لأن الازواف كانوا ما بين 1831 و 1843 بينما بدأوا لتيراير ألجيريا ليسمون أيضا لتيركو من 1843 فما فوق حتى استعادها الرجال والنساء استعادوا الأرض هذه المادة الرئيسية بهذا التعديل لكنها دخلوها في صلاحيات الرئيس زادوها ماذا أيضا يقرر الرئيس يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها يرأس مجلس الوزراء يعين الوزير الأول خمسة يعين الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة وينهي مهامه يتولى السلطة التنظيمية يتولى السلطة التنظيمية وهذه أضافوها أي شيء يتعلق بالتنظيم هو اللي يتولاه رئيس الجمهورية كما يسمونه سبعة يوقع المراصم الرئاسية ثمانية له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها تسعة يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طرق الاستفتاء عشرة يستدعي الهيئة الناخبة أحداش يمكن أن يقرر جراء انتخابات رئاسية مسبقة أثناعش يبرم المعاهدات الدولية ويصدق عليها ثلاثة عش يسلم أوصيمة الدولة وأن يشينها وشهاداتها ثم المادة 92 يعين رئيس الجمهورية لا سيما في الوظائف والمهام الآتية ما هوش فقط الوظائف الآتية لا سيما معنى هذا الوظائف ووظائف أخرى لأنه دخلوا كلمة لا سيما أصبح هنا تخصيص لكنهم تركوا التعميم بمعنى أنه يستطيع أن هو الذي يوظف من يشاء وينهي مهام من يشاء وفق هذه المادة بإضافة عبارة بكلمة لا سيما وشدير يعين الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة التعينات التي تتم في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الأولى ورئيس الحكومة حسب الحالة الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيس مجلس الدولة الأمين العام للحكومة محافظ بنك الجزائر القضاء مسؤولي أجهزة الأمن الولات الأعضاء المسيرين للسلطات الضبط هذه تاني أضافوا هالو يعين رئيس الجمهورية سفراء الجزائر سفراء الجمهورية والمبعوث من فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم يتسلم أوراق اعتماد الممثلين دبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم بالمناسبة كل شيء اللي يقوله يعين يعني ينهي مهامه لأن كينوم كإنقاعدة تسمى كينوم ديمي الذي يعين ينهي أو يقيل مفاء على فونكسي بالإضافة إلى الوظائف المنصص عليها في المطاتين أربعة وخمسة يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى التي يعين فيها رئيس الجمهورية صلاحيات إمبراطورية أضافوا عليها صلاحيات جديدة كانت أصلا عند البودفليقة صلاحيات إمبراطورية كان كلما يعدى الدستور يزيد صلاحيات هما الآن يكذبوا على الشعب ويقولوا باش نوزعوا السلطات ونوزعوا السلطات وهو كيمارا كنتشوفوا هذا هو مشروحهم اليوم اضطريت أني نخسر عليه حوالي سبعين ورقة مع الحبر وهو لا يساوي الحبر الذي بكتبه به أو اللي خسرته عليه اليوم صلاحيات إمبراطورية أضيفت لها صلاحيات إضافية ومش هذه فقط ما زال كين قائمة من الصلاحيات الأخرى خلينا نعطيكم منها اثنين وثلاثة باش من طولش المادة المادة 151 وهي سابقة يمكن رئيس جمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الشعبي ورئيس المحكمة الدستورية يعني عنده صلاحيات الرئيس صلاحيات السلطة التنفيذية جزء هام من صلاحة السلطة القضائية بما فيها أنه هو رئيس المجلس الآلة للقضاء وتعين القضاء القضاءات كلهم ويعينهم وكل شيء اسمه خاضي هو يعينه ويعين السفراء يشرف على وزارة الدفاع على وزارة الخارجية يعين في المدنية والعسكرية الولاة ليس هناك شيء معينه حتى هذه السلطات الضبط كما سماه هو يعينه رؤساء بل أن المجلس الدستوري رئيسه هو يعينه ويعين جزء من لي في المجلس الدستوري هذا زيادة في تكديس الصلاحيات لشخص واحد ولا ينقاس يعني يصبح دستور بوتفليقة في صلاحيات الرئيس اللي هي امبراطورية أصلا يصبح أرحم تببون المزور اللي جابوه العسكر زاد زادولوا الجنيرالات الصلاحيات طبعا هو هو راه هنا خلنا بشكونوا متفقين هو راه هنا وسيد حاطينه وقت اللي يحبو ينحيوه حاجة تفطل له هو والجنيرالات اللي يدعموه خاصة المجرم مجاهد أنه نح كلمة نائب الرئيس لأنه كثير غلول وأنا كنت قلتها قبل أسبوع قلت هذا نائب الرئيس باش في أي وقت يصوتوه ففاق بللي يقدر يصوتوه في أي لحظة يطيحو به في أي لحظة هذا الجزء اللي حكيت لكم جزء من صلاحيات الرئيس وكان صلاحيات أخرى متفرقة في مواد أخرى مع ذلك خرجنا إذن هذا ويقول نعود واش كان يقول السؤال مطروح كيف حصلت هذه الانزلاقات كيف واقعت هذه الانزلاقات ما الذي حصل أن نوصلنا لهذه الانزلاقات الخطيرة والخطيرة جدا جواب بسيط الانفراد بالسلطة الانفراد بالسلطة الانفراد بالسلطة هذه الصلاحيات وشنه انفراد بالسلطة ولا تقسيم السلطة هذه هذه الصلاحيات الامبراطورية اللي كانت في الدستور وزتوا عليها صلاحيات أخرى البوتبون انفراد بالسلطة ولا تقسيم للسلطة يفعلون الشيء ويقولون الشيء بل انهم يكتبون الشيء عالنا وورا يناقش بالدستور الان ويقول شيء آخر لانه جالس مع أذلاء جبناء وصلوا بالشراء على حساب طليبة نفسه بشراء المقعد بسبعة مليار وستة مليار سنتيم